بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر أدبي في درس جديد من الدروس المصورة لمادة العلوم العامة درسنا اليوم بعنوان تطبيقات على قوانين نيوتن أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يحل تدريبات ومسائل على قوانين نيوتن للحركة والآن عزيزي الطالب اختبر نفسك بكتابة اسم القانون المناسب في كل حالة لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار معاكسة له في الاتجاه أحسنتم تمثل هذه العبارة نص القانون الثالث لنيوتن الجسم الساكن يبقى ساكنا والجسم المتحرك يبقى متحركا في خط مستقيم وبمقدار سرعة ثابتة ما لم تؤثر فيه قوة خارجية تغير من حالته الحركية ممتاز هذا النص هو نص القانون الأول لنيوتن ويعرف أيضا بقانون القصور الذاتي وأخيرا تسارع الجسم يساوي حاصل قسمة محصلة القوى المؤثرة فيه على كتلة ذلك الجسم هذا هو القانون الثاني لنيوتن اختبر نفسك إذا تحرك جسم بسرعة ثابتة في خط مستقيم فكم سيكون تسارعه؟ A. التسارع يساوي صهر B. التسارع موجب C. التسارع سالب دعونا نتذكر معا قانون حساب التسارع التسارع A يساوي التغير في السرعة دلتا V تقسيم التغير في الزمن دلتا T وهو يساوي أيضا السرعة النهائية VF ناقص السرعة الابتدائية VI تقسيم الزمن النهائي TF ناقص الزمن الابتدائي TI وإذا كان الجسم يتحرك بسرعة ثابتة فهذا يعني بأن السرعة النهائية مساوية للسرعة الابتدائية وبالتالي يكون التغير في السرعة صفر إذن التسارع A يساوي صفر سؤال واحد صفحة 85 ماذا يسمى القانون الأول لنيوتن؟ هل يسمى قانون القصور الذاتي؟ أم يسمى قانون الدفع؟ أم يسمى قانون الفعل ورد الفعل؟ أم قانون حفظ الزخم الحركي؟ أحسنتم يسمى قانون نيوتن الأول قانون القصور الذاتي سؤال واحد صفحة 85 أي من الوحدات الآتية هي وحدة القوة؟ هل هي النيوتن؟ أم الكيلوغرام؟ أم المتر في الثانية؟ أم المتر في الثانية تربيع؟ أحسنتم وحدة قياس القوة هي النيوتن أما الكتلة فتقاس بوحدة الكيلوغرام سؤال ثلاثة صفحة 85 ما هو رد الفعل الناجم عن فعل قوة ركلك للكرة مقدارها 8 نيوتن؟ هل تؤثر الكرة بقوة 8 نيوتن في قدمك؟ أم تتحرك الكرة بتسارع 8 نيوتن؟ أم تبقى قدمك على تماس مع الكرة لفترة أطول؟ أم تقطع الكرة مسافة تبتعد فيها عن قدمك بزخم حركي 8 نيوتن؟ إذا كان جوابك A فأنت على صواب حيث نعلم أن القانون الثالث لنيوتن ينص على أن لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه وبالتالي ستؤثر الكرة بقوة 8 نيوتن في قدمك سؤال ثلاثة صفحة 104 ما القوة اللازمة لتسارع كرة كتلتها 2 كيلوغرام بمعدل 12 متر في الثانية تربيع؟ هل تساوي 6 نيوتن؟ أم 10 نيوتن؟ أم 14 نيوتن؟ أم 24 نيوتن؟ أي قانون سنستخدم لإيجاد القوة؟ أحسنتم سوف نستخدم القانون F تساوي الكتلة ضرب التسارع نعوذ بالأرقام فنكتب F تساوي 2 كيلوغرام ضرب 12 متر في الثانية تربيع والناتج هو 24 نيوتن بالتالي المقترح الرابع هو المقترح الصحيح اختبر نفسك ماذا يحدث للقوة إذا تضاعفت الكتلة عند ثبات التسارع؟ من العلاقة F تساوي M ضرب A يتضح وجود علاقة طردية بين القوة F والكتلة M وبالتالي إذا تضاعفت الكتلة عند ثبات التسارع سوف تزداد القوة إلى الضع سؤال آخر ماذا يحدث للتسارع إذا قلت الكتلة إلى الثلث عند ثبات القوة؟ من العلاقة A تساوي F تقسيم M يتضح وجود علاقة عكسية بين التسارع والكتلة وبالتالي إذا قلت الكتلة إلى الثلث عند ثبات القوة سوف يزداد التسارع إلى ثلاثة أمثاله سؤال آخر ماذا يحدث للقوة إذا قلت الكتلة إلى النصف وزاد التسارع إلى الضعف؟ من العلاقة F تساوي M ضرب A يتضح وجود علاقة طردية بين القوة والكتلة وبين القوة والتسارع وبالتالي إذا قلت الكتلة إلى النصف وزاد التسارع إلى الضعف سوف تبقى القوة F ثابتة مثال 2 صفحة 82 تؤثر قوتان في كرة كتلتها 0.1 كيلوغرام كما هو مبين في الشكل المجاور تكون الكرة في البداية في حالة سكون أحسب التسارع الناتج يجب علينا أولا إيجاد محصلة القوة F نت نلاحظ هنا بأن القوة التي مقدارها 3 نيوتن إلى اليمين إذن فهي موجبة في حين أن القوة التي مقدارها 0.5 نيوتن إلى اليسار لذلك فإن مقدارها يكون سالبة وبالتالي F نت تساوي زائد 3 نيوتن ناقص 0.5 نيوتن وبالتالي تكون محصلة القوة F نت تساوي زائد 2.5 نيوتن لحساب التسارع سوف نطبق القانون التسارع A يساوي محصلة القوة F تقسيم الكتلة M ثم نعوض بالأرقام فنجد بأن التسارع A يساوي 2.5 نيوتن تقسيم 0.1 كيلوغرام والناتج A تساوي 25 متر في الثانية تربيع واتجاه الحركة يكون إلى اليمين سؤال آخر قوة مقدارها 200 نيوتن تؤثر على جسم وتكسبه تسارعا ما القوة المطلوبة لتجعل الجسم يتسارع ثلاث أضعاف تسارعه الأول الحل بالرجوع إلى قانون نيوتن الثاني نلاحظ أن العلاقة بين التسارع والقوة علاقة طردية عند ثبات الكتلة أي أنه إذا تضاعف التسارع ثلاث مرات سوف يتضاعف مقدار القوة ثلاث مرات وبالتالي القوة المطلوبة لتجعل الجسم يتسارع ثلاث أضعاف تسارعه الأول F2 تساوي 100 نيوتن ضرب ثلاثة والناتج هو 600 نيوتن اختبر نفسك بالإجابة عن الأسئلة التالية كم تبلغ كتلة شخص يبلغ وزنه على سطح الأرض 588 نيوتن وكم سيكون وزن هذا الشخص على سطح المريخ؟ علما بأن تسارع الجاذبية على سطح المريخ يساوي 3.75 متر في الثانية تربيع في حين يبلغ تسارع الجاذبية على سطح الأرض 9.8 متر في الثانية تربيع نبدأ بحل السؤال الأول لإيجاد كتلة هذا الشخص على سطح الأرض نعلم بأن قوة الوزن على سطح الأرض تحسب باستخدام القانون التالي قوة الوزن FW تساوي الكتلة ضرب G تسارع الجاذبية على سطح الأرض ولإيجاد الكتلة M نقوم بتقسيم قوة الوزن على سطح الأرض على تسارع الجاذبية على سطح الأرض ثم نعوض بالأرقام فنكتب M تساوي 588 نيوتن تقسيم 9.8 متر في الثانية تربيع ونجد بأن الكتلة M تساوي 60 كيلوغرام أي أن كتلة هذا الشخص على سطح الأرض تبلغ 60 كيلوغرام نمر إلى السؤال الثاني لإيجاد وزن هذا الشخص على سطح المريخ سوف نستخدم نفس القانون ولكن مع تغيير تسارع الجاذبية على سطح الأرض بتسارع الجاذبية على سطح المريخ GM فنكتب قوة الوزن F مارس تساوي الكتلة M ضرب تسارع الجاذبية على سطح المريخ GM ثم نعوض بالأرقام F مارس تساوي 60 ضرب 3.75 متر في الثانية تربيع فنجد بأن قوة الوزن على سطح المريخ تساوي 225 نيوتن نلاحظ هنا بأن الكتلة لم تتغير فالكتلة ترتبط بمقدار ما يحتويه الجسم من المادة سؤال آخر ما كتلة رجل يتحرك بتسارع مقداره 4 متر في الثانية تربيع تحت تأثير محصلة قوة مقدارها 300 نيوتن الحل نعلم جميعا بأن القوة F تساوي الكتلة M ضرب التسارع A ويمكننا بالتالي إيجاد الكتلة M باستخدام القانون التالي M تساوي محصلة القوة F تقسيم التسارع A بالتعويض M تساوي 300 نيوتن تقسيم 4 متر في الثانية تربيع والناتج M تساوي 75 كيلو جرام اختبر نفسك بحل السؤال التالي يتحرك صندوق إلى الأعلى كما هو مبين في الشكل المجاور بقوة شد مقدارها 100 نيوتن ما قيمة العجلة التي يتحرك بها الصندوق؟ علما بأن تسارع الجاذبية على سطح الأرض يساوي 9.8 متر في الثانية تربية لإيجاد التسارع أو العجلة نبدأ بإيجاد محصلة القوة المؤثرة في الصندوق ولكن قبل ذلك نقوم بحساب قوة الوزن بالنسبة لهذا الصندوق باستخدام القانون FW تساوي M ضرب G ثم نعوذ بالأرقام فنجد أن FW تساوي 5 كيلو جرام ضرب 9.8 متر في الثانية تربية تساوي 49 نيوتن تؤثر في هذا الصندوق قوتان وهما قوة الوزن إلى أسفل وقوة الشد إلى أعلى محصلة القوة إذن Fnet تساوي قوة الشد F ناقص FW لأن قوة الوزن إلى أسفل تكون إشارتها سالبة في حين قوة الشد إلى أعلى إشارتها موجبة نعوذ بالأرقام فنجد أن محصلة القوة Fnet تساوي 100 نيوتن ناقص 49 نيوتن والناتج 51 نيوتن ثم نستخدم القانون A تساوي F على M لحساب التسارع نعوذ بالأرقام فنكتب A تساوي 51 نيوتن تقسيم 5 كيلو جرام A تساوي 10.2 متر في الثانية تربية انتهى درسنا لهذا اليوم مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والتفوق ترجمة نانسي قنقر